بعدما خربت بيوت كل الستات الحارة جيت دور على بنتي علا ولقيتها وقفت قدامي وقالت لي الله يسمحك يا أمي أنت السبب في فضحتي لبالباطل عاجبك كده هديني بقيت مطلقة زي أم أحمد اللي أنت ظلمتيها وخليتي الحارة كلها تتكلم عليها بقيت مش مستحملة كلامها وهيل علي الأرض تتشق وتبلعني أنا السبب في طلاق بنتي سبحان الله داي أنتو دان ما تقالتش من فراغ أهد درجة علي وبقيت سيرت بنتي على كل لسان أنا أمو علا عندي خمسين سنة أرمالة وقعدنا وبنتي علا اللي عندها 22 سنة الوحديدة كانت كل المنطقة بتشهد بتربتي البنتي بس برضو كل الناس عارفين لساني وكت معروفة في المنطقة نبني الأخبار الحارة كلها البعض وفي يوم كت قاعدة قدام البيت كالعادة ولقيت واحدة جرتنا عدت من قدامي وقلت لها جرى إيه يا مبوري أنت فين بقى لك مدة يعني مش بايدة لقيت الست قالتلي بحسنينية سكوتي يا أمو علا ابني الكبير حصلت له مشكلة بينه وبين مراده وأنا قاعدت عندهم كم يوم لجل مصالحهم على بعض قلت لها وهو إيه اللي حصل عشان يزعلوا من بعضي يا حبيبتي ايه حكيلي وفتفاضي الست ما قالتش غير جملة واحدة بس هي ما بيحصل في البيوت وربنا يهدي سرهم اتضيقت قوي وكنت على نار عايز أعرف الأخبار إيه بس قلت لها ربنا يسترها عليهم يا حبيبتي ويهدي سرهم ومشت المبوري ولقيت بعدها المفاتح جد بعد ما شافت المبوري مشت ولقيتها بتقول لي إيه يا أمو علا قولي لي بسرعة الست دي كان بتقولك إيه وقال لي كان ورى غيابها كل الأيام اللي فاتت قلت لها هقولك يا ستي إيه انت عارفة طبعا إنه ما بيختاش علي خبر بقية ستي مبورة يا مراتبناها ربنا يستر على وليانا لقيتم مفاتحي فرحة باللي بقوله برقت وقالت لا دا انت تحكيلي بالتفصيل الممل وانا حكيت قصة تأليف من عندي عشان أسل القعدة والوقت يجري وهو بالمرة أعرف كل اللي بيعودوا معايا اني عارفة كل اللي بيحصل في البيوت وعملة فيها شخة الحارة واتلهت البيت بعد ما قطعت فروة نص المنطقة ولقيت بنتي قاعدة وشكلها متضايق قوي ولقيتها قالتلي حرام عليكي بقى يا ماما أنا زهقت من قاعدتك تولي اليوم قدام الباب كفاية كده وكفاية راغي ونقل كلام زعقتلها وقلتلها انت ملك يا ست عولة انت هتحاسبيني ولا اي يا بيت لقيتها قالتلي يا ماما كفاية اني نعمة جارتنا اللي في الدور اللي فوقينا هقطعتني بسببك عشان هي قالتلي انها بتحب واحد وهيجي يتقدم لها وقالتلي ما قلتل حد وطبعا انت ضغطت علي عشان تعرفي احنا كنا بنقول ايه ولما عرفت وزعت الخبر على الحارة كلها وياريتك قلت الكلام بالزبط ده انت كمان قلت ان هي اللي بتحب وبيجي لها البيت وهي قاعدة لوحدها حرام عليكي ده قصف محصنات انقرت وقالت يا اطعلي ثاني لو كنت قلت كده انت عارفة الناس هي اللي مش بتسيب حد في حاله وبعدين كلام الناس كتير وهي بت ماشي على حل شعرها وكلنا عارفين كويس سيبك منها يا بت هي هتيجي تعمل شريفة علينا ولا ايه لقيته على سكت وما تكلمتش ودخلت قودتها زي عوايدها كانت مش راضي عن اللي انا بعمله ابدا بس ما كنتش بتقدر تقف قصادي ولا تخط عنها في عيني ونفضلت كل يوم امارس هويتي المفضلة وطلع على كل واحد قصة وحكاية ما عادة واحدة بس واحدة بس اللي معرفتش اخد معها حق وانا باطل كانت ام احمد اللي عندها خمسة وعشرين سنة ومتجوزة ومخلفة ولد عمره ثلاث سنين كانت ست في حالها وملهاش دعوة بحد كانت بتتجنب الكلام حتى السلام مش بترمي علي وفي يوم قررت ان خليها تتكلم معايا وخليتها مع الدية من قدامي وقلت لها في ايه يا حبيبتي هو انت خايفة تقولي سلام عليك ولا ايه على فكرة انا مش بعد لقيتها قالت لي سلام عليكم يا ستة ام عولة عايزة مني حاجة قلت لها لا يا حبيبتي انا بس شايفكي بالضيئة كده وقلت اسألك مالك وشك مخطوف كده ليه ردت وقالت لا ابدا انا كويسة جدا متشكرة على سؤالك بعد اذنك دايقتني اول بنتي دي دايقني اني مش عارفة اخد منها كلمة اعمل عليها موضوع والغس خلاني حطها في دماغي وقررت ان اقلف عليها قصة ولقيت المفاتحي جات قعدت معايا في يوم وقلت لها سكوتي يا مفاتحي انت ما تعرفيش اللي حصل قالت لي ايه قولي يا جورنان المنطقة قلت لها مش انا عرفت اجيب قرار الولية اللي اسمها ام احمد دا انا عرفت عنا حاجة تشيب قالت لي لا دا انت تحكيلي بالتفصيل بقى قلت لها بقى يا ستي هي بعيدة كده عننا وبتتجنب الكلام معانا عشان محدش يعرف سرها اصلها تعرف واحد على جوزها ومشيها مش مظبوط وانا شفتها بعيني اللي هيكلهم الدود دي وانا وقفة بالبلكونة استغفروا الله العظيم كتعملة تدلع وتبص على ود متحة اللي في العمرة اللي قدامها لقيتهم مفاتحي ما صدقت وقالت لي لا دا انا لازم اعرف كل ستات المنطقة عشان ياخدوا بالهم على رجالتهم قلت لها لأ ياختي بلاش دي اعراض ناس برضو قالت لي ياختي ما تبقاش طيبة كده اللي زي دي لازم تتفدح عشان تتعدل وتمشي سليم قلت لها على رأيك على العموم يا ريت ما تجيب السرتي انا عندي وليا ياختي وكنت عارفة ان المفاتحي هتعمل كده وهتنقل كل حرفه قلت لكل الستات اللي في الحارة والخبر وصل بسرعة البرق وبعد يومين لقيتهم محمد نزلت تجيب حاجات من السوق وكل اللي في الشرعة فضلوا يبصولها بقرف وكانت مش فاهمة في ايه وللناس بتعمل كده لكنها ماهتمتش انها تسأل وبعد اسبوع سمعت صوت صريخ محمد ولقيتها جرت في الحرب الجلبية اللي عليها وجوزها بيقول لها انت طالق يا خينة ياللي سرتك على كل لسان امشي من هنا وياك تعطيب البدة تاني انت فاهمة ولا لأ لقيتها قالت وهي مكسورة والله مظلومة يا عزد انت عارف اني بتربية وعارفة ربنا كويس وطول عمري ماشي صخ لقيت وقال لها بكل اسوأ ماهو باين يا ست هانم ياللي سرتك على كل لسان ومشيت ومحمد ولقيتها وقفت قدامي وقالت لبسوط علي سمع كل اللي كانواقفين منك لله يا مولا انا عارفة اني كنت اللي طلعت الاشاء والسمع دي علي ام فاتحة قالتلي كل حاجة بس للأسف جوزي سمع كلام الناس وبعني بالرخيص مش هقول لي غير حاسبي يا الله ونعمة الوكيل فيك الهي تتردلك في بنتك وتشوفي فيها اللي عملتي فيها ما عرفتش هتكلم ما عرفش ليه كلامها اللي كله قهرة خلاني تلجمت وطلعت شقتي وفضلت افكر في اللي عملته بس طبعا اللي فيه طبع مش بيتغير بقت كل يوم اتكلم على دي شوية وعلى دي شوية بس قطعت صلطي بالمفاتح اللي فضحتني عندهم احمد وعرفتها ان انا اللي طلعت عليها الكلام ده وعدت الايام وبنتي تجاوزت واحد من نفس الحارة وكانت حياتها هدية جدا لحد ما في يوم لقتهم مفاتحي طلعت اشاء على بنتي وقالت لي كذا واحدة في المنطقة ان بنتي بتجيب واحد الشقة وجوزها مش موجود وقفت قدام مفاتحي وقلت لها انت ازاي تجي بسيرة بنتي يا وليا انت شفت اقع عليها يا كدبة يا امو لسانة عايز قطعه قالت لي جرائي يا امو اولا انت عارفة وانا عارفة ان بنتك ماشيها بطال وبعدين بدل ما تتشطري عليها روحي شوفي بنتك ولميها بدل ما جوزها اسمع الكلام المتنطور عليها وانا اتخنقت مع امو فاتحي وخليت الشرع كله يتفرج علينا بس بعد ايه بعد ما كل الناس بقى اتهمس لبعض بسيرة بنتي ويلقاه عليها بالكلام وفي يوم كنت قاعدة في شقتي وكأن الموقف بيعيد نفسه سمعت سرغ بنتي ولقيت جوزها وقف في الشرع وطردها بالهدوم اللي عليها وقال لها بقى انت بتخنيني ومخلياني مغفل منك لله يا هولا انا مستحيلة بيقيتك ليلة على زمتي جرت بسرعة لحق بنتي ولقيتها وقفة قدامي نفسه وقفة ام احمد بالزبط كانت القاهرة بين عليها ولقيت جوزها قال لي بنتك عندك يا ام اولا هو من بكرة انا هطلقها انا سمعت كتير قوي عليها دهنا الرجال على القهوة ما لهمش سيرة غير سرت بنتك قلت له يا ابني بنتي مظلومة بنتي دي اغلب من الغلب اتأكد قبل ما تتصرع لقيته سابني ومشي وفضلت وقفة نوبنتي في الشارع وكل الناس بتتفرج علينا واخدتها وطلعت على البيت وخاولت هديها بس لقيتها وقفت قدامي وقالت لي الله يسمحك يا امي انت السمف فضحت اللي بالباطل دي عجبك كده قديني بقيت مطلقة زي ام احمد ام احمد اللي انت ظلمتيها وخلتي كل الحارة تتكلم عليها بقيت مش مستحملة كلامها وهينا علي الارض تتشق وتبلعني انا السبب في طلق بنتي سبحان الله داي انتو داندي كلمة ما تقالتش من فراغ اهد درج علي وبقت سنة بنتي على كل لسان ومش عارفة ارفع عيني في عينيها ومن بعد طلق بنتي حالتي ادهورت وجات لي جلطة خلتني ملازمة السرير وبنتي فضلت قدامي حزينة ومش عارفة تعدي اللي حصل لها اما انا فكت بتمنى تحصل مواجزة من عند ربنا ويرجع بيا الزمن عشان ما جيبش سرط الناس ولا تكلم في الاعراض حتى لو شفت حد بيغلط بعيني اسطر علي واجسب سواب السدر عشان كده اياكم تتكلموا او تكرروا كلام سمعتوه دعي الخلق للخالق وافتكر ان الدنيا دوارة والايام هتلفوا هتتردلك فاعز مليك اوعى تتبق اعراض الناس عشان رسولنا الكريم قال لنا من تتبع عورة اخيه المسلم تتبع الله عورته صدق رسول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة